رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر ضيبية وقد أدل سعادة دكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي وكان هذا التصريح حيث قال أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدة إلى جمهورية روسيا الاتحادية وبمباحثات جلالته مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وبدورها وأهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون البحريني الروسي في المجالات المختلفة وفي إطار ضيسلة فقد عرض سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على المجلس نتائج الزيارتين التي قام بها جلالة العاهل المفدة إلى كل من جمهورية تركيا وجمهورية روسيا الاتحادية بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الملتقى الحكومية 2016 مشيدا سموه بمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القاعد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في أعداد وتنظيم الملتقى المذكور ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توظيف نتائج هذا الملتقى في تطوير الأداء الحكومي نهجا ومسارا عبر أدوات وأطر تدعم عمل مؤسسات الجهاز الحكومي على الصعيدين الخدمي والاستثمارية بحيث تزيد من مستوى رضا المواطنين وتحسن جودة الخدمات ومستوى تقديمها وتسهم في تبسيط لإجراءاتها أمام المستثمرين وتنأب العمل الحكومي عن البيوقراطية والتداخل والازدواجية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد للمزيد من التنمية والتطوير وفق مرتكزات أساسها الاستدامة والعدالة والتنفسية بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحجاج بعودتهم بعد تأدية فريضة الحج سائلا المولى عز وجل بأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا إلى ذلك فقد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج لهذا العام على كافة الأصعدة مرجعا سموه هذا النجاح إلى الجهود الجبارة والتسهيلات الكبيرة والإمكانات الضخمة التي هيأتها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ويؤكد هذا النجاح قدرة المملكة العربية السعودية كالعهد بها دائما منذ أن شرفها الله بخدمة بيت الله الحرام على تنظيم شؤون الحج وخدمة ضيوف الرحمن شاكرا سموه ما يلقاه حجاج مملكة البحرين دوما من رعاية واهتمام من لدن حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى ذلك فقد أمر صاحب السمو الملكي الرئيس الوزراء المواقرة الوزراء المسؤولين عن الجهات الحكومية الخدمية بتكثيف زياراتهم إلى القرى والمدن وإرسال فرق متخصصة من وزاراتهم تتولى دراس تحتياجات المدن والقرى واستكمال النواقص فيها وفق برنامج زمني وبخاصة ما يتعلق بالمدارس والمراكز الصحية والخدمات البلدية والمشاريع الإسكانية ومتابعتها أولا بأول مشددا سموه على ضرورة الاهتمام والانتباه لمطالبات الموطنين الإسكانية والعمل على حلها بأسرع وقت من جانب آخر فقد حتى صاحب السمو الملكي الرئيس الوزراء على سرعة إعادة تأهيل المباني القديمة والآيلة للسقوط بخاصة في المحرق والمنامة من خلال برنامج التنمية الحضرية الذي تنفذه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية ليتم الانتهاء منها بالسرعة الممكنة بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا وفق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية على استحداث نظام جديد يسمى تصريح العمل المرن الذي وفر بديلا قانونيا لاستخدام العمالة غير النظامية وهو تصريح تصدره هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي لمدة سنتين يمكنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصا احترافيا لمزاولتها علما بأن هذا التصريح لا يسمح به للعمالة الهاربة كما لا يقبل هذا النظام انتقال العمال من صاحب عمل إلى هذه الفئة من التصريح وقد تضمنت المذكرة المرفوعة كذلك نتائج جلسات العمل حول نظام العمالة المرنة مع ممثلين عن القطاعات العمالية والصناعية والتجارية والاقتصادية لدراسة الخيارات المطروحة من مختلف جوانبها سعيا لتوفير المرونة للاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص القدرة على استخدام العمالة في الأعمال المؤقتة والعرضية بدلا من العمالة غير النظامية ثانيا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض إحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006 ومن أبرز التعديلات على قانون المصرف المركزي هو إخضاع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية تحت مضلة مصرف البحرين المركزي وإضافة مهام جديدة للمصرف المذكور من حيث صلاحيات فرض الرسوم على الخدمات التي يقدمها كما يضيف التعديل صلاحيات جديدة لمصرف البحرين المركزي في إجراء بعض التصرفات القانونية ومنها عملية البيع عندما يتولى المصرف المذكور إدارة المؤسسات المالية المرخصة عند تعثرها والتي تخضع لإدارة مصرف البحرين المركزي ثالثا دعما لبنك الإسكان في تنفيذ استراتيجيته المستقبلية وتعزيزا لدوره في تقديم الخدمات الإسكانية فقد صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة بنك الإسكان بإعادة تمويل قرض بقيمة 100 مليون دينار الذي تم استخدامه منذ عام 2006 لتوفير قروض إسكانية وتمويل المشاريع الإسكانية وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق رابعا وفق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية واعتماد هيكلا تنظيميا جديدا لها بعد دمج وزارة العمل ووزارة التنمية الإجتماعية بما يتماشى مع التوجه الحكومي في تقليس ودمج الأجهزة الحكومية بما يكفل كفاءة الأداء ويضمن تقديم التسهيلات اللازمة لكافة المواطنين للخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خامسا وافق مجلس الوزراء على تعديل رسوم فحص ووسم المعادن الثمينة في إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سادسا وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والمعاد في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب إلى السلطة التشريعية مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية سابعا بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب الأول يتعلق بمنهج التعليم الزراعي بالمدارس الحكومية والثاني بشأن تعويض المتضررين من الأمطار والثالث بشأن جهاز إداري يتعلق بإجراءات التقاضي والرابع يختص باشتراطات التعمير في المناطق القديمة حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزرية للشؤون القانونية